مستقبلي ضع بسبب ورق صفر اللي اختفى فجأة من الشقة واللي عمل كده أكيد حد من اللي في البيت وعشان كده أنا جاي أحكي لكم حكايتي عشان تساعدوني أعرف مين وراء اللي خصل أنا طارق عمري خمسة واربعين سنة باستغل في بلد عربي من عشر سنين كان وقتها بنت عمرها أربع سنين وما لحقتش أشوفها وهي بتجبر قصادي كنت بنزل زيارة كل فترة بعيدة وده بسبب ضغط الشغل ونوع عمراتي هي اللي كانت شايلة كل حاجة في غيابي شايلة البيت وبنتي وأمي اللي قاعدة معاها في نفس الشقة وعدت السنين وفريدة بنتي كبرت وبقى عمرها 14 سنة وخلال السنين دي شفتها حوالي خمس أو ست أجازات والغربة خدتني وقوت قلبي وبقى بالنسبة لي بعدي عن عمراتي وبنتي وأمي شيء عادي وكل ما يقولولي ارجع ما كنتش بقتنع لأن الظروف الحياة بتبقى صعبة أكتر وأكتر وفي يوم نوها كلمتني وصوتها غير كل مرة ولقيتها بتقولي اسمع بقى يا طارق بنتك كل يوم بتكبر واحتياجها ليك بيزيد وانا الشيلة تقلت عليها حرام عليك رديت عليها وقلت لها وإن لي تغير يعني يا نوها؟ محنا متفقين من زمان أنا هسافر وأشتغل وعيشكم عيشة مرتاحة وانت تشيل مسؤولية أمي وفريدة والبيت ردت بديع وقالت لي أنا خلصت قابت من الشيلة دي أنا عايشة هنا دور الأب والأم وكمان مامتك تعابها زاد وبقت طلبتها كتير قوي أنا مضغوطة يا طارق لو سمحت حس بيا وانزل بظن انت عملت مبلغ كوي استقدر تعمل بيه مشروعة ونعيش منه وعيشة كريمة قلت لها وقال لي خليني أنزل وعمل مشروعة ويعلم ينجح ولا لأ أنا هنا مرتاح وشايف ان عدم وجودي معاكم وانتم عايشين مرتاحين أحسن ألف مرة من وجودي وسطيكم والفلوس بتقل وانا ديقها عليكم ردت نوها وقالت لي وانا مش هقدر عيش مع واحد أناني زيك مفضل راحته في البعد عننا ومش فرقين معا أصلا عشان كده أنا عايزة تطلق قفلت معاها وانا متعصب من كلامها وموقفها الغريب أنا بالنسبة لي موقفها غير مبرر وفضلت أفكر هتصرف ازاي وعمل ايه وبعدها جات لي فكرة ترضي جميع الأطراف وهي أن أنزل مصر واقعد معاهم أول أسبوع في رمضان ورديهم بكلمتين وارجع تاني ولما اتصلت بنوع عشان أقول لها لقيتها مش بترد عليها وتليفون أمي ما كانت شغال وبيتصلح بقاله كام يوم عشان كده اتصلت على فريدة بنتي بس لقيت تليفونها مغلق استغربت جدا ومعرفتش أوصلهم غير عن طريق تليفون البيت ولما اتصلت فريدة اللي ردت عليها سألتها ليه تليفونها مقفول اتوترت وقالت ليه أنا سايبة تليفوني مع ماما عشان المذاكرة ما انت عارف يا بابا أن الامتحانات قربت حسيت أن نوها وغضت تليفونها عشان تعاقبها وفريدة مش عايزة تقول للحقيقة أكيد خايفة مني تجهلت الموقف تماما وجهزت نفسي عشان أنزل مصر وقررت أعملها لهم مفاجأة حسيت أننا كلنا محتاجين تغيير بسبب الضغوط اللي احنا فيها وفعلا وصلت في معاهدي وكانت ساعة الفطار وفتحت باب الشقة بهدوء خالص وشفتهم قاعدين على الصفرة بيأكلوا في صمت ونوها بتقولهم كلي كويس يا ماما عشان حقنة السكر اللي أخدتيها وانت يا فريدة كلي كويس وبطالي دلع وكل سنة وانتم طيبين يا حبيبي ورمضان كريم علينا دايما يا رب ردت أمي وقالت وانت طيبة يا بنتي بس والله معارف أكل وطارق مش معانا كل سنة على الحال ده بنقدر ما ضل وحدنا من غيره وانا حملي تقيل قوي ويا عالم فاضل من عمري قديه قلت لها بعد الشر عليك يا حبيبتي ربنا يديك الصحة ويهديك يا طارق أنا وقتها دخلت ورديت وقلت اللهم أمين يا ستي بقوا مش مصدقين نفسهم من الفرحة والسكوت والحزن تحول لصوت عالي كله فرحة وزغريت قعدت وسطيهم وفترنا سوا وفضلنا قاعدين مع بعض نتكلم وكانوا بيبصولي وبصولهم بشتياء والتاني يوم نوها قعدت معايا وقالتلي أنا مبسوطة قوي يا حبيبي انك رجعت وسمعت جلامي ومش هتسافر تاني قلت لها لا يا نوها أنا واخد أجازة أسبوع عشان أراضيكم وارجع تاني على طول قدري موقفي أديكي شايفة الظروف وبنتنا اللي كل يوم بتجبر ومحتاجة مصاريف دراسة وجهاز وانت مش هتبقي مبسوطة لما ديقها عليكم وتعيشوا في حياة صعبة ردت وقالتلي لا أها بقى مبسوطة يا طارق وبنتك اللي انت بتفكر فيها وفي مصاريفها بسبب عدم وجودك جنبها هتضيع وفتكر اني قلت لك الكلمتين دول كويس وما تسألنيش عنها بعد كده قلت لها انت تقصدي ايه بالزبط فريدة عملت ايه خلاكي بتتكلمي بالشكل ده قالتلي وهي حط عنيها في الأرض بنتك تعرفت على واحد من الفيسبوك في التلاتينات وتعلقت بيه وبقى بيطلب منها صور وفيديوهات فيديوهات بتصورها لنفسها ولان ربنا علم اني مأثرتش في تربيتها واني بعمل اللي بقدر عليه البنتك بتتهرب منه في كل مرة بيطلب منها حاجة زي كده لحد ما تليفونها ويع في ايدي وفتحت الشات اللي بينهم وعرفت احتوي الموقف وابعدها عن الكلام ده خالص واخدت تليفونها منها بنتك بتجبر يا طارق وانت مش موجود وبتدور عليك في اللي حواليها وممكن اي حد يستغلها بكل سهولة بشوية اهتمام هي محرومة منه اعيد حساباتك يا طارق وفكر فينا شوية نوها قالت كده وثابتني قاعد لوحدي كنت هتجنن من الاسمهدو بس هدت نفسي وحاولت احتوي البنت وقرب منها عشان كده دخلت اقعد معها في قدتها وعملت نفسي معرفش اي حاجة نهائيه بس اول لما اععدت جنبها حستها خايفة مني وقالت لي بابا حضرتك عايزني في حاجة ابتسمت وقلت لها مالك يا حبيبتي ارتبكت كده لي يا فريدة انت في حاجة مخبيها عني ضحكت وقالت لي مخبية عنك ايه بس يا بابا وبعدين هو حضرتك قاعد معنا اصلا عشان حتى اتكلم معك تعرف يا بابا انا من كم يوم كل واحدة من صحابكك بتحكي عن باباها وقال ايه هو مهتم بيها وبتفاصيلها ولقيت نفسي مش لقية كلام اقولوا عنك قمت من جنبهم وحاولت ساعتها كلمك فيديو بس حضرتك كانسلت علي عشان مش فاضي رغم ان انا كنت محتاجا لك قوي وقتها بس ساعتها شغلك كان اهم قلت لها كل اللي انت بتقولي ده انا مقدره وحاسس بيك يا حبيبتي بس تصدقيني بكرة لما تكبري هتعرفي ان كل ده كان عشان مصلحتك واني فضلت الغربة والبعد عنكم عشان قلبي طلباتكم كلها وما خلكوش محتاجين اي حاجة وعلى عموم يا ستي قديني قدامك اهو قوليلك كل اللي نفسك فيه وانا هسمعك فضلت انا وفريدة طول اللي نتكلم سوا وبصراحة وقتها خفت جدا لاني لقيتها كبرت وملامحها تغيرت وما بقيتش الطفلة الصغيرة لا دي وصلت لسني يتخاف عليه ومنده وقبل ما روح انام فريدة بنتي حضانتني وقالتلي ما تسافرش التاني يا بابا انا مش عايزة فلوس انا عايزك انت حضنتها وطبطبت عليها وروحت قدت افكر في كل كلمة بنتي قلتها لي والتاني يوم قلت انها اندي خلاص اتكلمت مع فريدة واني هقرب منها الفترة اللي جاي على قد ما قدر حتى وانا مسافر وبعيد ردت وقالت لي لسه مصمم برضو تفضل بعيد طيب يا طارق لو سافرت انا هاخد فريدة وهروح لبابا وده اخر كلام عندي نوها مشت من قدامي وانا بقيت محتار ومش عارف افكر ولا ااخد قرار اعمل ايه اسافر والله افضل معاهم وقبل ما عاد صفري بيومين صحيت من نوم الصبح واتفاجأت بامي قاعدة جنبي على سرير وحط قديها على راسي قمت مغضود وقلت لها في حاجة يا امي اصل بصراحة مش متعود انها هتدخل قطي بالطريقة دي قالت لي لا يا حبيبي برقيك زي زمان فاكر زمان يا طارق لما كنت بقى جنبك ورقيك قلت لها طبعا فاكر يا امي طمنيني على صحتك عاملة ايه حبيبتي ايه ردت وقالت اهو يا ابني الحمد لله عايشة المهمة عايزك تتكلم عن بحسن الترابي وتتطمن على المدفل وتشوف لقوم احتاج سيانة ولا حاجة قلت لها يا ماما ترابي ترابي ايه بس انا مش فاضي خالص خلي نوها تكلمه وتشوف محتاج فلوس قد ايه قالت لي بحزن اللي تشوفه يا ابني ولما قمت خرجت برا القدع ملقيتش نوها وفريدة في البيت كله مسكت تليفوني عشان اتصل بيهم بس لقيت رسالة ما بقعتالي من نوها وبتقول لي فيها انا عند اهلي يا طارق ومعايا فريدة وقدمك حال من الاتنين يا تفضل وسطنا هنا واتشيل معايا البيت ومسؤولية فريدة وممتك يا كل واحد فينا يروح لحاله ساعتها اخدت قراري ان اصالحها واروح اتفق معايا انها سافر سنة واحدة بس وهستقر معهم بعد كده قلت راضيها بكلمتين وهدي الدنيا لغاية لما اشوفها يحصلين وروحت لها انا وامي عند اهلها ولقيتها ما يقال لي اسمع يا ابني بنت استحملت كتير قوي سنين وهي عايشة طولها ولا منها متجاوزة ولا منها متطلقة وما يرضيش ربنا ولو انت بتعمل كده عشان الفلوس والمعيشة فحب اقولك ان ما فيش شيء دائم واهل بيتك محتاج لك اكتر من الفلوس ودي طلبت بنتي وفي دينا نتفاهم ووعدتهم انها سافر وارجع بعد سنة ودي هتبقى اخر سفرية وعرفت اقنع نوها بكده ورجعت نوها البيت وكان بتتكلم معايا عادي جدا ولا كأنها كانت غطبانة وكأنها نوية علانية وقبل سفر بيوم واحد وانا بحضر الشنطة لقيت ورق كله مش موجود جواز السفر اختفى من البيت فجأة مع اني انا الوحيد اللي عارف مكانه اصلي دايما بشيل ورق بمعرفتي كنت هتجنن ومش عارف اتصرف ازاي ولما سألت نوها قالتلي اخب منك جواز السفر لي يا طارق احنا مش اتفقنا انك هتسافر عادي قلت لها مفيش حد غيرك يعمل العاملة دي وانا مش مصدقك يا نوها وفتكر انك لو طلعت انت اللي وراها انا مش هسكت وهتكون دي النهاية ما بينها سبتها وروحت الفريدة وسألتها عن جواز السفر ولقيتها قالتلي لا يا بابا ما شفتش جواز السفر خالص وبعدين انا من امتى بدخل قدتكم وبفتح درج الكومودينو اللي فيه ورقك ولما سألت امي قالتلي يا حبيبة انا معرفش شكل جواز السفر ده اصلا وعمري يا ابني ماقف قصد مستقبلك ولا شغلك سمن لها كده وتدور عليه كويس وقفت قصدهم وانا مش عارف اتصرف ازاي وبقيت زي التعيه والشغلي ومستقبلي بيروح مني ولما كلمت الكفيل وقلتله على ضياع جواز السفر واني اخد وقته عقبال ما طلع ورق تاني اتضايق مني جدا واعتبر اني بتهرب من الشغل واني عايز اطول الاجازة وبقوله كلامه خلاص ولقيته باعتلي رسالة وقاللي انهم مستغنيين عن خدماتي وباعتلي كل مستحقاتي عرفت وقتها انها ارادت ربنا وارادت ربنا دايما خير انا خلاص بقيت قاعد واستهم زي ما هم عايزين بس اللي شغل بالي هو مين السبب اللي حصل لي ومين اللي اخذ جواز السفر وخبه عشان ما سافرش انا خلاص هتجنن ومحدش فيهم راضي يعترف لي ويقولي الحقيقة انتوا دلوقتي عرفتوا الحكاية كلها ياريت تساعدوني وتقولولي توقعاتكم يا ترى من فيهم اللي مستفيد اكتر بعدم صفري امي ولا نوها امراطي ولا فريدة بنتي يلا كلنا نساعد طارق قبل ما يتجنن ونقولهم مين اللي عمل في كده انا عرفت مين اللي خذ جواز صفر طارق لو انتوا كمان عرفتوا اكتبوا في الكومنتات اشتركوا في القناة